بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا برضو في التقويف الفمي لأورال كافتي هنلاقي في التقويف الفمي بيفتح فيه الساليبري جلاند اللي هي الغداد اللعبية صلايفا يعني اللعاب الساليبري جلاند الغداد اللعبية بريديوس الصلايفا بالاستجابة إلى مؤثرات حسية زي السميل زي التاست زي الثوت حتى تفكير في الطعام لما تكون تشتير طعام بيحصل ويحصل عملية عشان يحصل السلايفا عبارة عن ميكتشر هتلاقي فيه ووتر وفيه بروتين الميوسين وفيه كمان انزيم وحيد اللي هو ساليبري أميليز والحقاء الساليبري أميليز عشان هو الانزيم الوحيد الموجود كلمة أميلم أميلم كلمة لاتينية بتساوب الإنجليش للسطار فأي كلمة عشان تحط تبقى انزيم بنحط يبقى هو الانزيم اللي بيكسر النشا الموجود ولذلك يقول لك هو بيبدأ هضم النشا يبقى هضم النشا يبدأ فين؟ يبدأ في الموجود هو الحاجة الوحيدة لا يبدأ ولا روتين لأن فيه انزيم السليفراميليز هو بيبدأ بعملية يعني بيعمل هضم الطعام جزئي وخصوصا طبعا هو مين؟ اللي هو السطرش يحول السطرش تتكسر بواسطة الالف عميلاز اللي هو العميلاز الموجود إلى الملتوز السكر سنائي ما يقدرش يحول الملتوز لسكر أحد يبقى السطرش الوقتي عندك في المعادلة الفوق دي السطرش في وجود المياه طبعا يبقى يحول السليفراميليز ده يحول السطرش إلى إيه؟ إلى سكر سنائي اللي هو الملتوز كل الديجستف انزيمز الموجودة في القناة الهضمية تعمل بالإيه؟ انزيمات محللة مائيا فلازم يبقى طبعا فيه وجود مية عشان يحصل تكسير للروابط الموجودة في السطرش ويحوله سكر سنائي يبقى السطرش البولوساكرايد يتحول ليه دايساكرايد اللي هو اللي هو سكر الملتوز دي وظيفة الإيه؟ السلافيا بتتفرز من السليفراميليز السليفراميليز عبارة عن ثري بيرز ثلاث أزواج قلنا عليهم قبل كده هيبقى أول واحد اللي هو اللي هو تحت اللسان وده تحت اللسان بيفرز بيفرز كمية كبيرة جدا من المخاطة أكتر من الإنزيم فده هيبقى إفرازه الغطة التانية اللي هي تغدها تحت الفكية وتحت اللحية وده بتفرز الميوسين مخاطة وفي نفس الوقت بتفرز السليفراميليز بكمية برضه كبيرة فعشان كده بسموها ميكسة جلاند أو ميكس بتفرز الميوسين المخاطمة المخاطية بتفرز كمان السيرس سيكريشن الإفراز الإنزيم اللي هو السليفراميليز نبص على الغطة اللي فوق دي كله طبعا مفتح في تقويف الفم بقناوات صغيرة هنلاقي البروتيد جلاند اللي هي الغطة النوكافية والسيرس سيكريشن ده هي إفرازها إنزيمات تفرز كمية أكبر من السليفراميليز دي بتفرز كمية أكبر من الميوسين دي بتفرز كمية من الميوسين وكمية من السليفراميليز دي بتفرز كمية أكبر من السليفرياميليز خلصنا كده السليفري جلاند نتكلم باختصار طبعا جدا نتكلم على البلعوم يعني ده ده ممر مشترك ليه هو ممر مشترك لأنه أنا قلت لك إن فيه حاجة اسمها الروف اللي هو سقف الحلق يعني اللي هو قلنا عبارة عن هارد باليت الجزء العظمي اللي بين ده وجزء اللي في الآخر خالص اللي هو سوفت إيه سوفت باليت الهارد باليت أو السوفت باليت أو السيكندري باليت ده سقف الحلق ده يؤدي لإيه يبقى عندك يعني مصارين مصار هوائي ومصار غذائي المصار الهوائي طبعا عن طريق النوز فتحة الأنف والنسترلز تدخل للنزل كافتي ونزل كافتي للفيرنكس والفيرنكس للتراكية لللونج الليرنكس التراكي ده المصار الهواء طيب ونضيق الفود من الموث للأورال كافتي الموجود ده وبعد كده يبقى بولس الغذاء وبعد كده يدخل عن طريق السولينج البلع من الفيرنكس للأسوفيغاس فيه الكوريكت سولينج فعملية لو حصل بقى مستيكس فيه السولينج الطعام أو الماية تدخل فيه التراكية بسبب كافينج والكلام من ده طيب لما يبقى فيه عندك مصارين برميت الفيرينج ديورينج ريسبيريشن أو برميت تسمح به الفيرينج ريسبيريشن ديورينج الفيرينج يعني تسمح بالتنفس أثناء التغذية أو التغذية أثناء التنفس ليه؟ لأن فيه مصار الهوى منفصل عن مصار الغذاء بوسطة السكندري بالت السولينج إز أرفليكس أكشن يعني ده رد فعل عصبي ومجرد ما المادة الغذائية البلع الغذائية البولوس ريتشي توزافيرنيكس سولينج بيجن الصفت بالت موفبك ده الميكانيزم إزاي بقى يحصل عملية أنا الوقت عايز أدخل البلع الغذائية ده في المصار الهوى ده التركية ولا عايز أدخلها في الأسفاجس عايزين ندخلها طبعا في الأسفاجس وبالتالي لازم أول حاجة يحصل صفت بالت موفزي باك هذا صفت بالت ده موفزي باك خالص ويرجع يقفل الممر الهوائي ده أول ما يقفل الممر الهوائي ده يوصل إشارة على طول المخ تبعد إشارة المين لي تو كلوز أو صفت بالت موفزي باك تو كلوز زنيزوفيرنيكس الإشارة تجي المين يا جماعة لي التركية ويتش موفز أب أندر ده إيبي جلوتس علشان الجلوتس ده اللي هو الفتحة ده تغلق تغلق بإيه بواسطة إيبي جلوتس يبقى إيبي جلوتس كلوز جلوتس عشان يقفل الممر الهوى خالص كده يبقى مفيش غير الطعام قدامه غير ممرة واحد اللي هو الأسوفيجس ويحصل عملية السوولنج يبقى السوولنج بيتم هو أول حاجة ريفليكس أكشن بيتم في الأسوفيجس في الفيرنيكس صفت بالت موفز باك تو كلوز زنيزوفيرنيكس ويتراكية موفز أب أندر ضئيب جلوتس تو كفر ذا جلوتس الجلوتس الفيرنيكس ده لما تيجي تبص هتليقى عبارة عن جزء اللي هو قريب من اللي هو نيزة الكافتي بسمهم نيزوفيرنيكس الجزء اللي قريب من التجوف الفم بسموه أورو فيرنيكس الجزء اللي قريب بقى الفيرنيكس عندك عبارة عن ثلاث أجزاء موجودين على حسب غربه للأمام نتقلم بقى الاستوفيجس الأسوفيكاس بعد الفيرنكس خلاص الطعام انت بدأت عملية البلع وتم البلع وتحرك البولاس اللي هي البلع الغذائية وصلت للأسوفيكاس مجرد ما يصل للأسوفيكاس هو طبعا الأول عبارة عن ومبابة عضلية كاريز البولاس فروم دا فيرنكس تو دا استومك هو كله عبارة عن ممر غذائي وصل الطعام من البلعوم إلى الاستومك والأسوفيكاس is natural دايما بيكون مقفول كده عكس القصب اللي هو إليه دايما مفتوح لأنه فيه حلقات من الغذاريف تبدأ يفتح إمتى أول ما يصل له البولاس نتكلم بعد كده عن نقطة تانية موجودة في الفيرنك اللي هي العضلات العسرة وده عبارة عن حلقات كده من العضلات بتبقى موجودة في بداية الاستومك بتبقى ما بين الاستومك الفيرنكس وي ما بين الاستومكس وي الاستومك وتبقى حلقة من العضلات الملساة and act as a valve وتعمل كصمام يسمح بي مرور الغذاء في وان وي ولا تسمح بي العودة في الوضع الطبيعي يعني ولا يحصل ارتجاع مريئي لو تفتحت وخرجت او يحصل عملية الفومتينج القي يعني ففي المريئ ده السفينكتر ده واعع ما بين ايه؟ واع ما بين الاستومك وما بين الاستومك ليه الجاستريك طيب يبقى اسمه ايه؟ جاسترو عشان الاستومك واستفجية السفينكتر وده اول ايه؟ عاصرة موجودة اول صمام Located at the base of the esophagus or at the beginning of the stomach فايدته ايه ده؟ prevents يمنع الاسيدري فلاكس اللي هو الارتجاع الحميدي والارتجاع المريئي اللي هو بسموه heartburn ويقولك حرقان في السيدري ده which is acidic time in the esophagus يعني البي اتش هنا بتبقى حميدي لو حصل ارتجاع من هنا هيطلع هنا ايه؟ الطعام بما فيه من الايه الحامض ال HCL وبالتالي يسموه ارتجاع الحامض في المريء وده يسبب الحرقان فيه الموجود يسموه heartburn يعني معناه ان acidic time الطعام او الكيموس اللي هو نصف مهضوم ده الحامضي لان فيه واحد تاني يبقى القلين موجود في الانتستن يطلع تاني فين في الاسوفغاس لو وصل في الاسوفغاس سبب الheartburn الموجود ده طبعا اللبن زبادة رايب اي حاجة يساعد فيه تخفيض حدة اله heartburn بالمناسبة فيه في الاستمك في بداية الاستمك قلنا فيه الجستر اوسوفغية الاسفنكتر وفي نهايةها كمان فيه البايلوريك اسفنكتر ده ده الكاردياك بورشان وده البايلوريك بورشان زيبا هناخد بعد كده الكارديا يبقى فيه الكاردياك اسفنكتر يمكن تقول عليه كاردياك اسفنكتر اللي هو نفسه الجستر اوسوفغية الاسفنكتر في نهايته عشان نقول داسمو البايلوريك سيبقى داسمو البايلوريك اسفنكتر وده نفس الكلام برضه اللا والفوت تو باسس فروم داستومك تو دا ديودينم او الاسناشر البريستاليزيز اللي هي الحركة الدودية للأمعاء ده عبارة عن ريثميك او ريجولار كونتركشن دا تقلص الانقباض منتظم يقاع متناغم او داسمووس مصل ويتش موفز افولاس داون استريم يبقى دا نورمال بريستاليزيز ان الطعام يتحرك منين عبارة عن موجات كده من الانقباض والارتخاء في عدرات طبعا انتعارف في عدرات ملساء دائرية وفي عدرات طولية بطول الايه السوفيجاس وبعرضه كده فلما ينقبض الدائرية يدي وما ينقبض الطولية بيأسر ويتحرك الطعام الوقتي لتحت وده عملية البريستاليزيز عشان تساعد الطعام او البولس اللي واجئله من السوق لفيرنكس داون استريم لأسفل عشان يوصل للمعدة دا الوضع الطبيعي لكن لو حصل اي اريتيشن او تهييج الاستومك وحركتها بقت زيادة وحصل انه حصل change في الكونتراكشن بتاع ال smooth muscles وال valve دا لو قلنا عليه gastroestophageal sphincter لأي سبب من أسباب حصله اريتيشن حصله اي حاجة يقوم يرتخي يقوم يحصل حاجة اسمها reverse بريستاليزيز اللي يبسموه vomiting او القيء وده causes the bolus to move into the opposite direction دا اللي تجاه الطبيع بتاعها ال opposite direction لأعلى ويسبب ال vomiting او القيء يبقى ال opposite او reverse بريستاليزيز لسبب ال vomiting لكن النورمل او ال rythmic بريستاليزيز تؤدي الى moving البولس down stream دا باختصار هو البولس هيبدأ يتحرك مكان لمكان لحد ما وصل طبعا لاستومك دا البريستاليزيز والنورمل بريستاليزيز اللي تحرك الفود او البولس داوين stream السلام عليكم ورحمة الله وبركاته